سورة التدين سورة الخمس التدين السوري أو الشكلي وسعاتنا بسميه التدين الخشبي إنه عشان أبقى متدين لازم يكون ليه هيئة معينة وشكل معين مثلاً ما بتسمش لإني لو بتسمت في وش واحد مش طائع لله قد أقره على معصيته يا سلام حضرة النبي يعني كان بابي وأمي كان خافي عنه ده لما قال إنه وتبسمك في وجه أخيك صدقة ما قالش أخيك الطائع فالأولاد يعيني يحسوا إن التدين بيخليهم يتصنعوا ويتكلفوا ويبقوا بلاستيكيين أنا طول عمري كده بقول لي أصلاً معكم زي ما احنا أنت وانا عارفين الناس الكشريين أصحاب لما ربنا لما يحاولوا بقى يحنوا علينا يحنوا علينا بالإيه؟ بالابتسامة البلاستيكية ابتسامة كده بلاستيك متحسش فيها أي حاجة ولكن الرسول اللي يسلم بيقوله وتبسمك في وجه أخيك لازم أنتو بتتبسم تكون حاسس أنه أخوك عشان كده الرسول اللي يسلم كان لا يرى إلا متبسمة إيش معنى السنة دي؟ عند الناس دي؟ وساعة ما تزنقه بقى يقولك تقوله أنت ليه ما بتبتسمش؟ يقولك كيف أتبسم وما يحدث لأخواننا في برما وإخواننا في غزة؟ يا سيدي الرسول اللي كان بيتبسم والناس كان برضو عايشين في نفس الحال دي في مكة فأنت لازم تعرف أنه ما فيش علاقة ما بيقي أن هذا الوجه العبوس اللي بيأزي الناس وبيزيهم في مشاعرهم وأن أنت تكون بتحاول تخفف عن أي حد من أهلنا ومن أخواننا طيب الصورة الست التدائن للقاس بقى ده اسم التدائن الجارح ده بيجرح صاحبه ويجرح الآخرين هو متصاول أن ربنا متربص به ولما يتربوا دايما متربي على التهديد ولو عملت كذا ربنا هيعمل فيك كذا ولو ما عملتش الطاعة الفلانية عتتحذف في النار حتف فيحس إن ربنا متربص أي غلط ربنا سبحانه وتعالى يودي بيها النار فهو يحس فيتعود على فكرة النار في إيه اللي يحصل في الغالب بيستبيع أو يبقى قاس القلب يبقى قاس القلب ما يسمعش ذكر الله أو يبقى قاس القلب على الناس ليه طيب يوديهم هو النار عشان هو يقف في يوم عشان ما يقعش في النار طب ليه ما نكلموش إن الله سبحانه وتعالى خلقه عشان بيحبه وهو رحيم به وجعل الطاعة سبيل لأربه وسبيل لوصله وسبب إنه هو يكون مع الله سبحانه وتعالى على الدوام ويبقى حاسس بإن اللهم أنت الصاحب في السفر ربنا معاه طول الوقت وبيتنقل من نعمة إلى نعمة ومن حال إلى حال وكله فيه ترقي وإذا هو تعثر ووقع إيه اللي حاصل ربنا يغفره ويعفو عنه لأن الله سبحانه وتعالى بيحب العبد الإنسان التائب وأنه سبحانه وتعالى بيعيني الإنسان على أنه يتوب وبيعيني الإنسان على نفسه وعشان كده إيه؟ ولو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ثم غفرت لك ولا أبالي السورة الأخيرة بتاعت التداين بقى ده السورة بقى برضو آخر التداين التداين المشوه ده التداين الدرامي بقى وده اللي بيشوفوا الأولاد لما بيجوا مثلا في الصلاة والشيخ هو بيقول آيات العذاب فالناس تصيح من العيات فيبقوا مش فاهمين بس هم حاسين كده أن فيه دراما بتحسن فالأولاد اللي من بره بيشوفوا ده فيحسوا أنه لازم يبقى إنسان درامي فيخلي قراءة القرآن شوف قراءة القرآن في المدرسة المصرية قراءة القرآن التفسيرية اللي كانوا اللي كان بيسمعوها لما بيسمعوه الشيخ عبد الباصد وهو بيفرجك على جمال ألفاظ القرآن ولا الشيخ المنشأه هو بيدخلك على حضرة مولاك ولا الشيخ محمد رفعت اللي بيخليك في حالة كأنك بتسمع مقوسة الملائكة ولا الشيخ مصطفى اسماعيل وهو بيعلمك إن القرآن ده هو نغم السماء ولا الشيخ محمود البنة وهو بيعلمك إزاي تكون وقور وانت بتقرأ القرآن إلى قراءة الشحتفة بقى اللي فيها بقى الإنسان بيحس إن هو ما ينفعش يقرأ القرآن غير هو بيسرخ ويعصر قلبه عشان ينزل دموع الصور السابعة اللي احنا قلناها في التدين دي اللي فاتت أمثلة من صور كتيرة مشوهة للتدين عملت فجوة ما بين أولادنا ما بين الدين طب نعمل ايه علشان نزيح كل ده ونبني صورة حقيقية للتدين ودوروا في حياتنا مع أولادنا أول حاجة أول واجب تجاه نفسنا وتجاه أولادنا إن احنا نتحرى أهلية اللي بنتعلم منهم أمور الدين أنا مش بقول لكم كده عشان أنتم بتسمعوني لكن هو ده اللي حصل أقول لكم أنا وطفل إيه اللي نجاني إن أنا تعلمت من العلماء وإيه اللي حصل وما زلت بتعلم وهفضل أتعلم إلى زي ما الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة مش نسمع أي فتوى من أي أو أي معلومة من أي حد لمجرد أنه عنده لحية فيبقى شيخ لا نخلي بأن وده وتمالوش دعوة بسنية اللحية خالص ده ليه علاقة بأن الشكل والمظهر لا علاقة له بالعلم آه العلم له علاقة بالتدين إن أنا لما أتعلم أتدين لكن مش معنى إن أنا عندي مظهر تدين يبقى أنا عندي علم ونتهي بإمكاننا